يعقد المجلس البلدي جلسة خاصة بناء على طلب مكتب الرئيس للرد على مشاريع أحالها الجهاز التنفيذية إلى الأمانة العامة للمجلس البلدي لا تحتمل التأخير والمتوقع تنفيذها في الشهرين المقبلين في مقدمتها بعض مكونات مشروع جنوب المطلع والمواقع البديلة لأبراج الاتصالات والمخطط الهيكلي للمنطقة الجنوبية اعتادت الرعاية السكانية أن تكون هناك امتداد سكاني باتجاه الجنوب في دولة الكويت واتجاه الشمال واتجاه الغرب وهذه المناطق اللي خارج المناطق الحضارية اللي رح يكون فيها امتداد سكاني هي المشكلة ما هي قضية قرارات تطلع من مجلس البلدي بإنشاء المدلس كانية بالعكس احنا عطينا قرارات عطينا في جنوب صباح الأحمد عطينا في منطقة الخيران 30 ألف وحدة سكانية جنوب صباح الأحمد 25 ألف وحدة سكانية صباح الأحمد الآن في التنفيذ وتعدد تقريبا 80% من مراحل التنفيذ أيضا توسعة الوفرة هذه كلها مشاريع سكانية أيضا مع ذلك مدينة صباح الأحمد البحرية وعلى الجانب الآخر تواصل اللجان اجتماعاتها المدرج على جدول أعمالها عدد من القوانين والملفات فنية البلد تابنت ملف موقع حجز المركبات في منطقة أمغرة طبعا البلدية تتحمله هي المسؤول الأول والأخير عن الموقع هذا يعني السكراب احنا لما شاءنا بالأمانة ما رح تشفتها الطبيعة ولكن يوم شوفناه بالتصوير وهذا يعني الواحد يستقرب أنه هذا موجود بالكويت السكراب عشوائي لا يوجد فيه أي رقابة اللهم أنا أسميه مقبرة للسيارات الله العالم وهذا خطأ تتحمل البلدية جدول أعمال اللجان حافل بالمواضيع خاصة اللجان المحافظات لجنة الجهراء تابنت المشروع السياحي في المحافظة وإنشاء منطقة سكنية لمن باع بيته وملف العزاب لمحافظتي حولي والعاصمة فيما تواصل الأحمد متابعة التلبث في المناطق الجنوبية وفي المحصلة الأخيرة فإن إجازة الصيف ساخنة بملفات لجان المجلس البلدية أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس